يا عبقاري انت يا عام بقالك ساعة لازق جنب المطور فيه ايه حق ايه ولا مش حق ايه بقالنا ساعة طلعين بالمرجب والمطور اللي ما طلعت لصوت هسه قلتلك محمود دايما يوفي بوعدة يا سالم يا فرحة امي بالمطور اللي ما طلعش هسه طب ما الشبك كمان ما طلعش سمك ولو قعدت عمرك كله عمرك ما هتطلع سمكة من المكان ده ما انا قايل لك الحكومة منع ست شهرين عشان السمك شاحق وبتحافظ عليه المصمم تطلع تصطاد من ورا ضهر الحكومة طب دينا عملتلك المطور سايللت ها نفعك بيه بقى اخويا يا بس يا اخي بس بس ما تكسرش مقاديفي وانت محتاج المقاديف اساسا فيها سالم ما المطور اهو عمرك شفت مطور كتم للصوت ها ده اختراع يا ابني قم بلت الموسيب طب اقولك انا عايز اسجله باسمي وابيعوا الاكبر شركة نواتير وساعتها بقى يا واد يا سالم هاشتريلك ضن سمك وارمهولك في البحر عشان تستفر احتك اه وانا هستنك لحد ما تكسب الدهب وامي واخواتي اعكلهم من اين يا عم هي امك اصل لها في السمك دي كرهيته من عشرة ابوك هتلاقى فراك من اين ما انا قلت هاطلع منطلع عجيب عشرة كيلو وقار ابيعهم للرجل بتاع اسماك البحر عارف الوقار يا محمود؟ علي طلب اليوم الدول؟ يا عمي وقار ايه بس وعلي طلب؟ وبعدين بقى العيل مكدراج الغشاش في واحد يكتب على محله اسماك البحار وكل سمك ومزارع شوف بقى انت خطيني في الكلام المطور ايه رايك في المطور؟ ها؟ واحدين يا سالم انا مش عارف ايه اللي خلاك تجيبلي في الحتة دي وقلتلك فيه مصلع بيصلب في المية وهو ده اللي مطفش السمك يا اخي ما هو احنا لو استادنا جوه البلد حيشفونه ولو شفونا حنتقفش وبعدين ابويا قالي الحتة دي مالي انا اوقر يا سالم اه مش ابوك غرق في الحتة دي برضو يا سالم لا انا ابويا غرق الحتة التانية طب في واحد ياخد بنصيحة واحد غرق يا سالم مرحمه بقى قريتني سمعت كلامه اه ابتدينا بقولك ايه انا المياه بتاعتي محفوظة اه عشان جرعة الندم والذكريات زادت وانا حافظك اول ما بتجيب سيرت ابوك بتبعايز تهرب من اللي عليك ما حسست ان انت الوحيد اللي ابوه ماد في رشيد يا عم ده مفيش اكتر من اليتامة هنا يا ساتر عليك خلاص يا اخي حديك المياه بتاعتك بس نطلع بأي سمكاة من الحتة دي واحنا ليه نفضل في المكان ده اساسا يا ابني بقولك معاك ماتور سايلاند لو مشيب بيه في قلب الاسفلت ولا حد هياخد باله يا عم خش بنا جوه البحر خش وجمد قلبك خش خش محمود يا محمود خايز ايه من ام محمود يا اخي تعال اقف جنبي شوية عشان تساعدني هساعدك ايه يا اخي بلانيلا ده الشبك اللي طالع عفضة من دماغك وبعدين احنا اتفقنا انا شغلتي لماتور وبس عمرك شفت ماتور تنام جنبي وانت ما تطمن طب انا هنام لك هنا في المركب عشان اثبتلك بس لو حد ساعل على محمود يبقى فرجوا عن ماتور ايه ده في ايه ايه ده حوت ده ولا ايه سالم ده صوت حوت حوت ايه الصوت جاي من المركب يا مهاريس ودي الله يخرب بيتك انت عملت كده ليه ده لو دلوقتي فيه ما اكتم في المية وسمع الصوت ده حيتفاش ما تقلقش نفسك انت عارف انت هتلاقيها بس حتة اللحان فكت من مكانها هاخش اكتملك نفس امنه حالا ايه ده ايه ده هو في ايه انت عملت ايه في المتور زودت السرق انت ما شفتش خدنا بطريق اسح ازاي سالمي الله يخرب بيتك كانتك سبته زي الاول اول ازاي يا ابني مش قلتلي عايز تستاذ وقار من قلب البحر انت وايه في سرغي واحد ابناولع ابناولع الله يخرب بيتك ليبتك افكارة الله يحرقك وايحرق يا ليه الاركم ولا ايه والله ما خدنا سمكة من قلب البحر يا باش اللي جابك انا والله ما خدنا سمكة ايه ده هاتي العيان دي تعالك 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 انا جاء انا جاء ما عملاش حاجة ايه انت عندي والله ولا سمكة انا 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 هه؟ والله العظيم 3 والله العظيم 3... ساعات البشر فيه سوق تفاه والله ما خدنا سمكة من قلب البحر يا باشا لو فيه سمك في البحر هاساسا يا باشا هو فيه سمك هيقعد في الدوشة دي هاكين تنفش يا باشا هو دا المطار هو دا المطار اللي بيها الرحيم بيقول كنبلة يا فندا كنبلة الله يخرب بيئتك بقي دي كلمة اللي افتكرتها من كل اللي قلته لك يا باشا هو غي أصدهاش بالمعنى الحرف هتطبسنا عضية ارهاب 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 يا رب الاخراص كلنا في اليوم الاخبر ده يا باشا انا متوتر وخايف انا خايف اقول انت ونزيله قاعدة نروح في ستين داهية